اشتركوا في القناة وكيف نحصل على البديل رغم تطابق سريال التصنيع اذا نبدأ على بركة الله حتى لا نطيل عليكم اذا من نسبة لبعض المعلومات لا ضعية لتكرارها فسبق لنا وقمنا بدكرها في فيديو مفصل واضح عن هذا العطل وما هي الاعطال التي يمكن ان يسببها اذا لاحظوا معي فعند وضع الشاحن لاحظوا معي تظهر معنا علامة بهذا الشكل او رسالة بهذا الشكل كما يشدر الاشعارة بان الرسالة التي تظهر والهاتف منطفئ ليست نفس الرسالة التي تظهر والهاتف مشتغل يعني فهو عطل واحد ولكن الهاتف منطفئ يظهر بشكل والهاتف مشتغل يظهر بشكل او الصوفتوير في كلا الحالة يعترض بشكل فعندما يكون الهاتف منطفئ فهو يظهر محرار ومقبس عليه شرطة كما نقول وعندما يكون شغال فهو يكتب لك رسالة واضحة على حسب لغة الهاتف على حسب لغة الهاتف نعم وغالبا هذه الرسالة تكون اشارات ومصطلحات لها علاقة بالحرارة وبالمنظومة الحرارية كالشاحن كالبطار يعني يشير يشير الى شيء من هذا القبيل اذا عند وضع الشاحن تظهر معنا عطل او رسالة او اعتراض بهذا الشكل فالصوفتوير يتعامل معه بيدا الشكل وعندما نريد تشغيل الهاتف اذا اشتغل فذلك ما نريد اذا لم يشتغل فالسبب ذكرناه في الفيديو سابقا ندلوا نلاحظ نعم عفوا نعم اذا بيدا الشكل نعم عفوا نعم فعندما يكون شغال عفوا عندما يكون شغال فالرسالة تظهر بهذا الشكل لاحظوا معي عفوا نعم هنا هذه الصورة اذا لاحظوا معي فهذا عطل المقاومة الحرارية لمنظومة الشحن يعني عندما اقول مقاومة حرارية فانا اقصد لمنظومة الشحن فعندما يكون الهاتف منطفئ قد تظهر بهذا الشكل وعندما يكون شغال قد تظهر معك بهذا الشكل يعني تم ايقاف الشحن ان درجة حرارة الهاتف منخفضة للغاية سيتابع الشحن كده كده الى اخره يعني تكون رسالة تشير الى خلل في منظومة الحرارة نعم ففي الحقيقة يعني عند البحث في المخطط إذا لاحظوا معي قمت بتحميل المخطط يعني بهذا الشكل وكما ذكرنا سابقا فالمقاومة الحالية في الموضيلات الجديدة غالبا وليس دائما إذا تذكروا هذا المصطلح غالبا وليس دائما توجد بجانب الكونيكتور أو في محيط منفذ الشحن يعني كونيكتور الشحن وغالبا تحمل كل من هذه المصطلحات VRTHV نعم لها مصطلحات يعني بهذا الشكل وقد نجدها تحمل عدد ما ففي الحقيقة أنا بحثت بشكل سريع جدا فلاحظت بأن لاحظوا معي هنا يعني هذا هو منفذ الشحن غالبا وليس دائما غالبا وليس دائما أكد على هذا المصطلح هذه الموضيلات وخصوص البورط التي تكون بهذا الشكل يعني بهذا الشكل رقيقة من هذه الناحية غالبا تكون المقاومة الحرارية في هذه المنطقة بجانب كونيكتور الشحن إذن هنا رمز TH غالبا ته يتير ميستور يعني المصطلح له علاقة بالحرارة 30.02 إذن نبحث عن هذه المقاومة لاحظوا معي نبحث هل هي بالفعل التي لها علاقة بالشحن أم لا إذن نلاحظ بأن في جدول سريع التصنيع إذن فهذا الهاتف به ثلاثة مقاومة حرارية ولكن واحدة من هذه المقاومات هي التي لها علاقة بمنظومة الشحن وكلها نفس المقاومة ونفس سريل التصنيع إذن هنا تير ميستور يعني هذه العلاقة بالفعل لها علاقة بالشحن أو بالحرارة نعم وبما أنها قريبة من كونيكتور الشحن فغالبا هي المقاومة التي نبحث عنها في الحقيقة مسألة التعويض مسألة التعويض يعني لاحظوا معي فهذه هي المقاومة الحرارية التي تسبب في عطل الشحن لمنظومة الحرارة فلاحظوا معي عند إزالتها سوف نحتاج تعويضها بالفعل أنا أتفق معك يعني يمكننا الاعتماد على هذا السريل والبحث عنه في أي بوردة توجد أخرى سواء نفس البوردة أو بوردة أخرى توجد عليها مقاومة لها نفس هذا السريل التصنيع ولكن أخي الكريم أقول لك وبناء على تجربة ناجحة بناء على تجربة ناجحة أنني استخدمت مقاومة في سامسونج S2 أو S2 باسم TH300 نعم وبسريل التصنيع مختلف لاحظوا معي لاحظوا معي سريل التصنيع مختلف يعني 14 وفي آخر 21 ونلاحظ هنا أن 14 16 64 يعني سريل التصنيع مختلف جدا جدا يعني هناك فرق كبير في سريل التصنيع ولكن رغم ذلك اشتغلت بشكل طبيعي واشتغلت المقاومة الحرارية من بوردة S2 يعني مع هذا الهاتف بشكل عادي وطبيعي ماذا نفهم هنا؟ إذن ماذا نفهم؟ نفهم بأنه عفوا فهنا لازلت نقوم بتركيب المقاومة الحرارية نفهم بأنه ليس دائما يجب أن يكون لنا نفس سريل التصنيع حتى توافق القطع فهناك احتمال كبير بأن نفس القطع ولكن هذه القطع لها سريل التصنيع آخر وهذه لها سريل آخر ويمكن أن يشتغلها لنفس الوظيفة كما يحدث التجربة أمامنا الآن فلاحظ معي هذه مقاومة حرارية يعني هذا سريل التصنيع خاص بها لاحظ معي جيدا وهذه مقاومة للحرارة أيضا لمنظومة الشحل لها سريل تصنيع آخر وهما يعملان مع بعضهم البعض بشكل عادي وطبيعي رغم اختلاف سريل التصنيع رغم اختلاف سريل التصنيع أو تاريخ الميلاد وفي الحقيقة هذه المسألة لم تصادفني في المقاومة الحرارية فقط بل حتى في آي سي شحن في دائرة الشحن لأحد الهواتف السامسونغ لأتذكر جيدا يعني قارنت الحجم والغرف والنقاط يظهر لي بأنهم كلاهما يتشابهان رغم اختلاف في سريل التصنيع وقمت بتجربة ونجحت معي يعني صراحة يعني نجحت معي واشتغل بشكل عادي وطبيعي دائرة الشحن لأحد الهواتف السامسونغ نعم إذن أتيت ببرضة لـ S2 وقمت بنزع هذه المقاومة الحرارية في هذا المكان بالضبط إذا لاحظت معي هنا نعم هذا المكان تحت مسمى TH300 وقمت بإزالته وقمت بتجربتها ونجحت معي والهاتف يعمل بشكل عادي وطبيعي وإلى يومنا هذا الزبون يشتغل به نعم إذا لاحظت معي قمت بأخذها من هنا بهذا الشكل وقمت بتركيبها لهاتف جيتو 2018 فربما هذا الهاتف قديم قديم يعني برضة قديمة وعليها مقاومة حرارية ولا زالت تشتغل معنا ليومنا هذا إذن وقمت بتركيبها لهذا الهاتف بهذا الشكل لاحظوا معي وأفضل تركيبها بآدات التلحيم فقط حتى تتبت جيدا لأن هذه المقاومة الحرارية المتغيرة الحساسة إذا لم يتم تلحيمها بشكل جيد على التوازي فلن تؤدي دورها بشكل جيد كما أن توجيه الهوت اير إليها كل مرة يفقدها الوظيفة التي تقوم بها لأنها في الحقيقة تؤثر عليها الحرارة المقاومة الحالية تؤثر عليها كثرة الحرارة مما قد يسبب في تلفها إذا نقوم بتلحيمها بهذا الشكل على التوازي نعم بهذا الشكل ونعيدها إلى مكانها نعم بهذا الشكل ثم بعد ذلك يعني نقوم بالتجربة لاحظ معي ونرى هل اختفى الاعتراض هل الصوفتوير لا يزال يعترض أم لا كما أود أن أذكر كما أود أن أذكر فليس دائما هذا العطل سببه هي المقاومة الحرارية يا إخوان وإنما غالبا أنا أتفق معك غالبا المقاومة الحرارية التي تتسبب في هذا العطل أنا أتفق معك ولكن ليس دائما هي المتسبب في العطل فأحيانا يمكن أن يكون المصار المصار الذي يحمل الإشارة إلى المعالج تحت مسمى إنيبل أو في إن أو إن يعني الإشارة أصبح بها تقطيع يعني لا تصل أو هناك احتمال أكبر من هذا أن الإشارة أو النقطة التي تأتيت أسفل الأيسي أصبحت غير متصلة النقطة بالدائرة مع البرضة نفسها أو خلل في نظام الصوفتوير هناك احتمال كبير يعني هناك الكثير من المسألة أو أن النقطة التي على الأرض يعني التوازي غير متصلة مع الأرض حتى يجب أن نتأكد من قياسها أو أن المقاومة التي قمنا بجلبها من هاتف آخر هي بنفسها معطلة فمسألة المقاومة الحلالية له عدة أسباب هو بالفعل يبقى أقوى سبب هو المقاومة نفسها تتعطل لأن بحكم كل مرة تتغير 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 يعني ربما تفقد ميزتها يعني علينا أن يكون لأننا في الحسبان هذه النقاط نعم إذا لاحظوا معي فالآن بعد تغيير المقاومة من هاتف قديم إلى هذا الهاتف وليس لهما نفس رقم التصنيع عاد الهاتف الشغل بشكل طبيعي وعادي إذا نقوم بتجربته وهو منطفئ ونقوم بتجربته وهو شغال حتى نتأكد بشكل جيد إذا نقوم بتشغيل الهاتف ونرى إذا الهاتف لا يعترد إذا كما نلاحظ فتم إصلاح عطل الشحن بشكل جيد وكما أورد أن أذكركم بأن هاتف سامسونج جي وان أو جي مئة عاش حتى هو توجد عليه مقاومة حرارية بمسمى VR401 VR401 إذا نرى VR VR401 إذا لاحظوا معي فرقم السريالي التصنيع و14 16 94 إذا هنا مختلف وهنا 14 16 هنا أيضا مختلف إذا رغم اختلاف عفوا رغم اختلاف 16 94 96 إذا رغم اختلاف السريالي التصنيع إلا أنها تتوافق مع بعضها البعض يعني مختلفة في سريالي التصنيع مختلفة في اسمها يعني هذه الـ هاتف VR إلا أنها تبقى مقاومة حرارية واحدة تشتغل لجميع تقريبا البورد الحديثة إننا يا أحبابي تمنى أن تكونوا قد يستفدوا من هذا الدرس لطرق التشخيص وإصلاح هذا العطل والسودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته